السلام انشاء الله يا ربي راكم كامل بخير بالنسبة لي والله الحمد لله وانا خرجة من الحمام خمام بندير لكم البودكاست هيدا وفالاخر نقول لكم موش صرالي من خلال هاد البودكاست نحب نحكي شوية على علاقة الانسان بجسمه علاقة الانسان بهاد الانفلوب كوربوغال بهاد الامانة اللي مدهيلك خلق الكون واللي رايحة ترافقك من اول نهار جيت فيه للدنيا هادي والاخر نهار رايح تفرق فيها الدنيا هادي جسمك امانة ولازم عليك صيانة وحفظ هاد الامانة اللي رايح غالية وغالية بل بزاف خاصة من بعد الكوفيد وفترة الحجر الصحي منتشرت حالات اللي تروب دو كمپورتمان اليمانتر الحالات تاع كيفش قولو بالعربية الانوريكسيا الحرمان من الاكل وشراها في الاكل البوليمي الانوريكسي اضطرابات التغذية ولا وخاصة عند المراحقين كترت كترت وبل بزاف من وقت الحجر الصحي وطبيعة الحالي صادفها تانيا رايح يكون في الاغلب مع هاد الاضطرابات رايح يكون هناك اكتئاب وقلق مفرط وحاجات اخرى للأسف الشديد كي الناس بزاف ما تعتنيش او ما تعلمتش تعتني بجسمها الاعتناء بالجسم مش يبرك من الخارج الاعتناء بالجسم هادا يبدأ من الداخل يبدأ منوش دخل الجسمك وشتاكل بزاف رحين يطيحوا في الاكل بالعاطفة الاكل العاطفي شو سيباكم او لا بال ما نعرفش كيفاش نسموه بالعربية نحاول نترجم لكم بشوية على حسب الكلمات اللي عندي هو الاكل العاطفي هذا كما نسميه انا هو الناس اللي تغضب تاكل تحزن تاكل تتقلق تاكل هما ناس يأكلوا على حسب عواطفهم مهما كان نوع العاطفة يحوسوا على الامتلاء بحثا على ساختا ريكونفور بحثا على واحد الراحة النفسية او كيفاش نقول ريكونفور بالعربية عاونوني في التعليقات وقدما الانسان يأكل قدما الوزن يزيد وقدما الدهون اللي تحيط به رح تزيد كأنه رايحي عن طريق الاليات هدو اللي تاكل العاطفي كأنه يحوس على حضن على واحد يحضن ويقلل من همه او يتفهم او يحس به وطبيعة الحال هم ادهون ونحسوا به كان تاني اللي عن طريق الاكل وزيادة الوزن كأنهم يحوسوا انهم يتخباوا يتخباوا على الانظار يتخباوا تحت الدهون والشحوم هديك والوزن الزائد بيش يفوتوا ميه بيش وحد ميشوف ليهم وعن طريق الاليات هدي رحين يقوموا بالعكس تماما لأنهم قد ما يزيدوا في الوزن قد ما يوليوا امبوزن قد ما يفوتوا انكار اتيري الاتنسي وش يغوه وكين بالعكس تاني كين اللي طيحوا في فخ الحرمان من الأكل الرياضة الشديدة والمكثفة لساعات طويلة وكل يوم كل يوم أو عدة مرات في اليوم كين كما قلت تعل حرمان تعل الأكل وكين اللي طيحوا يحسبوا السعرات الحرارية بصفة فائقة عن المعدل الطبيعي يوزنوا تاني لأنفسهم كل يوم أو عدة مرات في اليوم ولازم الوزن المثالي وقد ما يوصلوا الوزن المثالي لازم يزيدوا يقللوا من الوزن تحهم وينقصوا وهكذا دا وليك هذا تعال وش يصير في داخل تعال الجسم الإنسان وفي الخارج تاني جسمك تقوم بالرياضة مش ما تقومش بالرياضة ومنك بحركات خفيفة الأكل أبدأ لاحظ هل تاكل بزيف سكريات أبدأ قلل هل تاكل بزيف نشويات أبدأ عص روحك هل تنضر من بعض المشروبات أو من بعض الأكلات تفديها أعلا لاش تعذب في روحك إذا رحت صحتك شكو رح يحس بيك وصحتنا تبدأ من غدائنا بالنسبة للخارج نتعال الجسم قلنا حركات غياضية شوف التنفس ساعك هل كي تطلع تسلم هل تلقى روحك تلهث وما قادرش حتى تتنفس هل تقدر تمشي بعض الخطوات بسرعة هل تقدر تطلع وتهبط من طابق لطابق واحد أخر بكل سهولة هل تقدر تمشي لمدة ثلاثين دقيقة بلما تنهج ابدأ امشي لكين عشرة دقائق في النهار ومن بعد زيد خمسة عشر دقيقة وانسيت تاني جسمك لازم الاعتناء بيه تاني الاعتناء ببشرتك هذا مش يحكر على الانسابرك الرجالة تاني من حقهم انهم يعتنوا بالبشرة تحب الجسم تحب سان تجوغا سان تطمب دان الاكستراميتي ديما كل شي بمقدار كل حاجة لازم تكون فيها توازن لا افراط ولا تفريط زيد تاني كيف يكون عندك جسم يعجبك هذا غايح يزيد من ثقة تاعك غايح يزيد ويعزز من تقديرك لنفسك غايح تاني تبعث للاخرين واحد الصورة مليحة عليك غايح الاخرين كيف يشوفوك تبعث لهم الطاقة هديك الإيجابية لأنك على بيلك وش تسوا وعلى بيلك أنك مليح وعلى بيلك أنك تعجب وزيد تاني تجرب أنك تعدل من قصة شعر تاعك عندك الحمد لله يا ربي رانا في عصر وين كل شي من تواجد كل شي تغير لون تشوف البشرة إذا عندك آثار حبوب تشوف كيفاش تعالجهم تشوف كيفاش تلبس حواج يخرجوا عليك تاني فان سان فرمان تنبي دان دان توسكي اكستريم لأنو كان تاني بعض الرجال فاتو النساء اللي يلتحو بالبشرة تحهم ويلتحو بالبسبتهم ويلتحو بالجسم تحهم وين فاتو فرمان بعض النساء وكان تاني واحد النساء هملو في رواحيهم وين عارت مع البلها ظهرها من كرشها وتلقى ها هي اول ناس تلقى تجي تنتقد واحدة تعمل سبوخ بقى ويلانهار كامله هي لاتي غير طيب وتيكل طيب وتيكل وزيد ومبعد تجي تشكي لك تقول لك رجلي ما عاد شي مسني ولا رجلي عاد يخزر أدغواتي أغوش ولا رجلي عاد يجري مور رجالة تاني عملو يالو كان افار على جالة نساكن نساكن بشكي تعجبوهم شوية بسك هاد الافار هاد ما هوش حكرا على نصابرك كيس كوش بي اوسي يو دير سا ديجا بعمل لبوان هيدو بم اوش قلت لكم في الدبو تاع البودكاست ولا ما بليش انا بلي الناس ما زال تخطب في الحمام سيخص خليكم سلام عليكم